الى التفاصيل حقيقة نهاردة رحل رجل باعتبره من أشرف رجالات مصر رحل عن عالمنا واحد من الذين سطروا تاريخ مصر الحديث بماء من ذهب العظيم المناضل خالد محيد دين الحقيقة انا عايز ابدأ البرنامج بالوقوف دقيقة حدادة على هذا الرمز الشامخ اللي انا باعتبره آخر رجال ثورة يوليو 1952 المحترمين صدق الله العزيم انا قريت الفتحة على روح خالد محيد دين هذا الرمز الشامخ اللي مات عن 95 سنة احد اعضاء مجلس قد تصورة 1952 في سيرة هذا الرجل وفي كتابه اللي كتبه بعنوان الان اتكلم واللي صدر 1992 ومن خلال حقيقة يعني حضوري معه في عدة فعاليات ونحن ما كنا صغارا يمكن كنا طلبة في جمعة القاهرة وبنا تردد على حزب التجمع سواء لممارسة انشطة فنية او ندوات شعرية وانا شخصا كان لها الشرف ان انا القيت امامه الاشعار في اكثر من مرة في حزب التجمع في شارع كريم الدولة في وسط القاهرة الحقيقة لم اجد في كل سياسي مصر واعتقد انه يعني كنت محظوظ انني اقتربت من كثير من السياسيين والرموز اشرف من هذا الرجل لم اجد اطهر من هذا الرجل لم اجد انبل من هذا الرجل خايد محي الدين النهاردة في حاملة هجوم عليه من بعض المرتزقة سواء الاخوان او فلول مبارك ودايما هما الاتنين بيلتقيان للأسف او يعني ودي حاجة غريبة في الهجوم على الشرفاء يمكن فيه فقر تاريخي ما بين الاخوان وخايد محي الدين لانه كان خصوصا فيه اثناء رئاسة الحزب التجمع كان يعني مهاجم شارس للاخوان وايضا كان ضد مبارك لدرجة انه لما في 2005 لما طلب منه ان يترشح يعني كده فيه ما سمي ساعتها بالديكور لانتخابات الرئاسية اللي قابل وساعتها ايمن نور قابل يعني ايمن نور بالاتفاق مع النظام ان هو يخش في شكل مصرحية هزلية خالد محي الدين قال لا انا مش هدي شرعية سياسية لنظام مبارك الفاشل ده كان تعبيره بالحرف خالد محي الدين يا جماعة قصة طويلة اتمنى من الاخ وزير التربية والتعليم اللي احنا النهاردة هنعرض بعض يعني معاركه وغزواته في البرلمان انه يدرسها للطلبة للأسف بعض الناس طبعا اعلى النهاردة تريند اعلى حاجة على تويتر هو خالد محي الدين اسم خالد محي الدين طبعا كتير من الاجيال اللي طلعت يمكن في التسعينات والالفيات الجديدة والالفينية الفين وشوية ما تعرفش مين خالد محي الدين لكن المهتم بتاريخ مصر والعاشق لهذا الوطن يعرف من هو خالد محي الدين خالد محي الدين ابن اسرة صوفية وركزه معايا دينية من صغره كان يردد الزكر في رحاب سيدنا الحسين وبعدين دخل كلية حربية ولما خلص من كلية حربية بدأ يهتم باوضاع البلد وشافي الفساد ايام الملك وانضم لمجموعة الضباط الاحرار مع جمال عبد الناصر وبدأ يفوت على كل التنظيمات اللي موجودة كان فيه في الاربعينات مصر الفتاة بتاع دحمد حسين وكان فيه صحاب الامسان الخضر والزرق وكان فيه تنظيم حددته اللي هو الحركة اختصار للحركة الوطنية المصرية والحركة الديمقراطية المصرية اللي كان فيه اطياف الشيوعين المصريين بمختلف الوانهم وبعدين دخل مع عبد الناصر جماعة الاخوان وهو فيه فيديو ليه شهير بيقول احنا دخلنا نعرف ايه جوه الجماعة وهي عاملة يعني عاملة قوة في الشرع السياسي ساعتها ازاي وقال انه عبد الناصر اقنعه انه يستقطب مجموعة الاخوان ليهم لما يتقوم يعني حركة الضباط الاحرار ينضموا ليهم وطبعا دي قصة طويلة وازاي الاخوان خانوا جمال عبد الناصر وخانوا الصورة وتأمروا ضد ضمع محمد نجيب دي قصة طويلة لكن انا يهمني في سيرة هذا الرجل العظيم خالد محيدين انه كان رجل يؤمن بالديمقراطية لدرجة انه لما اجتمع بعد صورة يوليو 52 مجموعة الضباط الاحرار هو طالب عبد الناصر بانه والمجموعة كلها وصلاح سالم وحكيم عامر وكل المجموعة انه هما الجيش يعود لسكناته ويحصل يعني انتخابات ديمقراطية ناس وقفوا ضده منهم صلاح سالم واخوه واخرين وقالوا له مش وقته البلد بتغرق الدمقراطية بتاعت قبل الصورة اكدت ان الدمقراطية فاشلة لكان اصدوم دمقراطية حزب الوفد واحزاب الاقلية المهم لما لقى انه فكرة انه يبقى دمقراطي وعايز حركة دمقراطية في البلد وانتخابات وكذا فشلت او يعني نداء ولم يستجب له اعضاء المجلس ام مقدم استقلته ثم عاد مرة اخرى بضغط بين عبد الناصر وقال انه كان لازم ارجع في السبعينات السادات حللت حد الاشتراكي وقال انه هيعمل ثلاث منابر يمين ووسط ويسار فخالد موحدين انبارا وقال له انا هعمل حزب التجمع الوحدوي اللي يجمع كل اليسار المصري للجهل الاخوان الذين كانوا يرون في حزب التجمع انه حزب الكفرة وملحدين او السلفين يرون ذلك حزب التجمع الوحدوي واحنا كنا بنروح نحضر ندوات هناك كان فيه كل اطياف اليسار المصري بل كان فيه لبراليين كمان مصريين من الوطنيين بل انه كان فيه وفديين سابوا الوفد راه حزب التجمع كان حزب اليسار المصري بكل اطياف وناصريين واشتراكيين والشوعين وتروتيسكو ولنين وكل كل كل واستالنين وكل كل كل خالد موحدين سطر من ذهب في كتاب الوطنية المصرية اللي هيهجمه النهاردة يستحق الضرب بالاحزية لانه يبقى جاهل ومتربي جاهل لعصامي معكم اللي يعرف حقيقة خالد محيدين وانسانيته يعمل له تمثال ما يقلش عن تمثال نهضة مصر انا باعتبره اعظم شخصية وطنية انجبتها مصر في القرن العشرين بصراحة نشوف الفيلر ده عن خالد محيدين